تتوالى جهود مجلس التنمية الاقتصادية في جذب المزيد من الاستثمارات العملاقة إلى مملكة البحرين من خلال خطط استراتيجية وفكر احترافي رفيع وذلك بفضل توجيهات القيادة الحكيمة مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادية المستدام والدفع بمسارات التنمية نحو المزيد من النجاحات التي تصب في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة يواصل مجلس التنمية الاقتصادية جهوده الحثيثة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مملكة البحرين واضع نصب عينيه تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز موقع البحرين كمركز مالي وتجاري إقليمي إذ يعد جذب الاستثمارات الأجنبية أحد أهم العناصر في استراتيجية مملكة البحرين لتنوع مصادر الدخل وهو ما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تسعى لبناء اقتصاد تنفسي ومتنوع يركز على المعرفة والافتكار مجلس التنمية الاقتصادية يصنف باعتباره أحدى المؤسسات الاستراتيجية التي تحقق النجاح الأمثل في مجالها من خلال تضافر جهود مجموعة متميزة من الكوادر هدفها الأساس والاستراتيجي هو تعزيز المناخ الاقتصادي في مملكة البحرين وبالتالي استطاع المجلس عبر خطط متطورة أن يركز على قطاعات اقتصادية مختلفة تصب في صالح الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وخلال العوام السابقة ساهم المجلس بتحقيق الترويج الاحترافي والأمثل لمملكة البحرين كواجهة جاذبة للاستثمار من خلال تسليط الضوء على كافة استراتيجيات ودعائم الاقتصاد في المملكة إذ حقق المجلس جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة بلقت قيمتها 399 مليون ومئتي ألف دينار بحريني حتى الشهر الحالي استحوذ من خلالها قطاع الصناعة على الحصة الأكبر من الاستثمارات المباشرة المتنوعة واتلاه قطاع السياحة والخدمات المالية إذ ستسهم هذه الاستثمارات المتراكمة في خلق أكثر من 5400 فرصة عمل في مملكة البحرين على مدى ثلاث سنوات وتتميز مملكة البحرين بتوفير بيئة حيوية داعمة للأعمال بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب الخليج العربي وتعد مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والصناعة في المنطقة ويواصل مجلس التنمية الاقتصادية بروح الفريق الواحد فريق البحرين جذب المزيد من الاستثمارات عبر تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين الأجانب ما يصهم في تعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد البحريني وتعزيز مكانته على الساحة العالمية